دعا زعماء مصر والولايات المتحدة وقطر إسرائيل وحركة حماس إلى استئناف المحادثات يوم الخامس عشر من أغسطس الجاري في الدوحة أو القاهرة لسد كافة ثغرات المتبقية في الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وقال القادة في بيان مشترك إن الوقت قد حان بصورة فورية لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لسكان قطاع غزة وكذلك للرهائن وعائلاتهم وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين وأضاف البيان أن زعماء الثلاث سع جاهدين على مدار عدة أشهر للتواصل إلى اطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة حيث لا يتبقى فقط سوى وضع تفاصيل المتعلقة بالتنفيذة مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يستند إلى المبادئ التي طرحها الرئيس الأمريكي بايدن في مايو الماضي وتمت المصادقة عليها في مجلس الأمن موسيقى 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 اشتركوا في القناة